مرحبا بكم متابعين لايك واشتراك سيكونوا للقناة وليس للخبر موضوعنا اليوم هو تخليع جواز تلقيح ضد الجائحة المواطنون لازالوا يعانون من فرض جواز تلقيح وذلك يقف حاجزا أمام قذاء العديد من المصالح الضرورية مثل الولوج إلى المظيفة العمومية فبعض الوزارات فرضت جواز تلقيح لجياز مباريات التوظيف وكذلك لم يتم إرغائه بعد في المطارات وما زال المواطنون الذين يرغبون في دخول المغرب ينتظرون إلغاءه أو استبداله بـ PCR لكن للأسف لم يتم ذلك بعد مع العلم أنه تم السماح لدخول المغرب عبر الحدود البحرية بالجواز أو بالتحليل PCR لكن في المطارات للأسف يشترط جواز تلقيح ضروري لدخول المغرب وهذا الشرط شرطه المغرب لدخول بلدها فرغم أن معدلات الإصابة والإماتة بسبب فيروس كورونا بشكل كبير تراجعت وهو ما عزز سخفيف الإجراءات الاحترازية وأعاد بعض من أوجه الحياة الطبيعية إلى البلاد بفتح قاعات السينما والملاعب والتنقلات العادية ولا توجد هناك بوادر لإلغاء جواز تلقيح خصوصاً أمام استحضار الخطر الدائم للموجات الوبائية وضرورة الاستمرار في عملية التطعيم لضمان الوصول إلى نقطة الأمان نهائي فرغم أن بعض الدول لم تعد تذكر عملية التطعيم إلا أنه لا زالته هذه العملية مستمرة في المغرب فرغم أن جواز تلقيح يلاقي انتقادات واسعة من لدن فعاليات حقوقية ونقابية إلا أن إلغاءه لم يذكر بعد ولا يوجد أي بوادر لإلغائه وأصبح التعايش معه أمر مفروض وواجب للأسف هذا الأمر يثير غضب بعض المواطنين أو تقريباً جلهم في انتظار إلغائه أو استبداله بالمطارات انتظروا الجديد دائماً بكم ومعكم نواصل لايك فضلاً وليس أمراً شكراً إلى اللقاء شكراً إلى اللقاء موسيقى